السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويبدأ من سعر 329 دولار أمريكي ومعالج الآيباد هذا اللي هو A13 Bionic اللي هو نفس المعالج اللي موجود على جهزة الآيفون 11 الآيباد هذا يدعم الجيل الأول من قلم أبل فهذا شيء جدا قديم وما سوى على أي تطوير جديد تم تقوية إضافة الكاميرا الموجودة في الآيباد إلى 12 ميجابيكسل وأيضا فيها الأوتو فريم هذا الميزة باختصار إذا كنت في مكالمة فيس تايم أو زوم إذا تتحرك وجهك يمين أو يسار الكاميرا تتحرك وياك بشكل تلقائي وبعض المميزات الجديدة التي تقدر تشوفها في موقعهم متوفر الآن للطلب المسبق وراح توفر في الأسواق في السبوع القادم وهي الآيباد ميني مثل ما تشوفون الشاشة كاملة بدون زر الهوم والتتش اي دي في زر الباور حجم الشاشة 8.3 إنش مثل ما تشوفون شاب الشاشة كاملة تحسن قوي في السي بي بنسبة 40% له المعالج والقرافيكار ده وكارت الشاشة بنسبة 80% أفضل من السابق الآيباد الجليد الآيباد ميني الجليد يدعم منفذ تايب سي مثل ما تشوفون معناته إن الآيباد بيكون أسرع في الشحن وأيضا أسرع بعشر مرات في نقل البيانات أوكي أيضا شباب الآيباد ميني يدعم الفايف جي الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجابيكسل يا شباب وفيها أيضا سمارت اتش دي ار في التصوير والكاميرا العمامية 12 ميجابيكسل ألترا وايد والتصوير بدقة الفور كي طبعا صوت ستيرو يبعلي يا شباب متوفر عليه معالج الأي 15 اللي متوفر على أجهزة الآيفون الجديدة أجهزة الآيفون 13 الآيباد داعم لقلم أبل الجيل الثاني اللي هو الأبل بنسل سكن جنوريشن وبعضها من المميزات الجديدة والجميلة وصراحة الآيباد جدا سطوري وجب تغير جدا كبير وفاق الآيباد العادي ويبدأ بسرع 499 دولار متوفر للطلب الآن وراح تنبعه في الأسواق في الأسبوع القادم تقدر انت تبحث عنه وتشوف معلومات أكثر في موقعهم الآن بيتكلمون عن ساعات أبل الجديدة شاشة أكبر في الأبل واتس سيريا 7 الجديدة سرعة الشحن في الأبل واتس سيريا 7 صارت أسرع ب 33% بحيث ان تشرع تشحن من الصفر إلى 80% في 45 دقيقة فقط ألوان الأبل واتش الجديدة مثل ما تشوفون وهي الستانلستيل مثل ما تشوفون وهي التيتانيوم تكلم عن خدمة الأبل فتنس بلس وهذه كل الأشياء الجديدة اللي فيها تم الإعلان عن الآيفون 13 الجديد مثل ما تشوفون هذا شكل الآيفون 13 من الخلف طبعا اسمها الآيفونات حاليا أعلانها عن الآيفون 13 والآيفون 13 ميني الآيفون 13 ميني كالعادة يكون أصغر من الآيفون 13 المعالج الجديد هو الآيفون 15 بايونيك طبعا اشانا بتكلمون عن ميزة السينماتيك مود وهي خاصة بالتصوير الفيديوهات في الآيفون 13 وآيفون 13 ميني إن شاء راح أتكلم لكم عنها في التفصيل في فيديو واحد وطبعا الآيفون 13 والآيفون 13 ميني داعم لشبكات الجيل الخامس أو 5G بالنسبة للبطارية الآيفون 13 ميني أفضل بساعة ونص من الآيفون 12 ميني والآيفون 13 أفضل بساعتين ونص من الآيفون 12 هذه جميع مصطفات الآيفون 13 والآيفون 13 ميني وطبعا يا شباب السعر يبتدي بالآيفون 13 799 دولار والآيفون 13 ميني 699 دولار الحم بيتكاون على إجهزة الآيفون 13 برو و13 برو ماكس لاتس جو الآيفون 13 برو والبرو ماكس داعمين إلى الـ 120 هرتز مثل ما تشوفون طبعا يا شباب التصوير في الآيفون 13 برو والبرو ماكس سطوريين عدل والحم بيتكلمون عن تقنية تصوير الفيديو في الكاميرات هذه مميزات الآيفون 13 برو بالكامل طبعا صراحة السينماتيك موت جدا سطورة وإن شاء الله راح أجربها إياكم طبعا يا شباب الآيفون 13 يبدأ من 999 دولار والآيفون 13 برو ماكس يبدأ من 1100 دولار طبعا يا شباب يضيفون بعد ستوريج أو خيار جديد للمساحة هو الألف جيجا بايت أو الوان تي بي تقدرونكم تطلبون الآيفون أون لان يوم الجمعة القادم وراح تنبيعها في الأسواق في تاريخ 24 تسعة إذا تب تشوفوا مميزات كل جهاز بالتفصيل تقدر أنك تفتح موقع أبل وتقدر تختار الجهاز اللي تب يتضغط على ليرن مور أو معرفة المزيد وراح تطلع لك كل شي خص الأجهزة أو الجهاز اللي هو في بالك وبس شباب شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم